أم رحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما كثيرا ثم أما بعد درسنا اليوم باللغتين العربية والألمانية ونتابع بارك الله فيكم في مختصر لأصول العقيدة الإسلامية فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يتقبل منا وأجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول في تابعنا أحسن بارك الله فيكم وأجزاكم الله خيرا در أنتريشت استفرابي ون دويت وأنا نتقبل مناسبة لأصول العقيدة الإسلامية والأقيدة etنا نتقبل مناسبة لأسول العقيدة الإسلامية والأصول عنا في قبل وهو في أرابي و في أراضي بارك الله فيكم و أزاكم الله خيرا الإيمان بالكتب أهل السنة والجماعة يؤمنون ويعتقدون اعتقادا جازما أن الله عز وجل أنزل على رسوله كتبا في هذه الكتب أمر الله و نهيه سبحانه وتعالى فيها وعده و وعيده سبحانه وتعالى فيها هدى للناس وفيها بيان للحق والباطل وفيها طريق السلامة والخير فيها قصص للأنبياء وفي هذه الكتب عقيدة وأحكام وقصص وهذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى كثيرا وإنما الذي نعرفه من هذه الكتب أو سماه الله سبحانه وتعالى سمى الله القرآن التوراة الإنجيل الزبور وبعض أهل العلم يقول صحف إبراهيم وبعض أهل العلم يقول أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتب كثيرة على الأنبياء وهذه الكتب كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا كثيرا على أنبيائه وجعلها الله سبحانه وتعالى في أربع في القرآن وترى الإنجيل وجعلها أخيرا كلها في القرآن فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله أنزل هذه الكتب على أنبيائه قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وهذه الكتب هي لهداية البشري والإقامة الحجة وتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن منها بحفظ القرآن منها وأما الكتب الأخرى فاستحفظ عليها الأحبار والرهبان لكنهم لم يحافظوا عليها وما رعوها حق رعايتها فحصل فيها تغيير وتبديل وأهل السنة يعتقدون بأن الإيمان بالكتب السابقة إيمان مجمل يكون بالقلب واللسان وأما الإيمان بالقرآن فيكون بالقلب واللسان واتباع ما جاء فيه وتحكيمه والقرآن كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف الذي يتلى ويتعبد به وقد بيّن الله في القرآن أخبار الأولين والآخيرين وسيرة الأنبياء والصالحين وخلق السماوات والأرض وفصل الله سبحانه وتعالى في كتابه في القرآن في الحلال والحرام وأصول الآداب والأخلاق والجزاء وكل شيء ويجب على جميع الأمة اتباع القرآن وتحكيم القرآن والرجوع إليه مع ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال تعالى وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ انتبه وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَقَّرُونَ الذِّكْرُ الذِّكْرُ هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله سبحانه وتعالى إليه ليبينها للناس والقرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود منزل غير مخلوق وهذا تكلمنا عليه في عقيدة الإمام أحمد لما تكلمنا عن عقيدة الإمام أحمد أولا من كتاب السنة وثم من طبقات الحنابلة وأن القرآن أنزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم والقرآن أنزل منجما يعني متفرقا ولم ينزل القرآن كما الكتب الأخرى التوراة والإنجيل أنزلت دفعة واحدة مرة واحدة أما القرآن ما نزل جملة واحدة بل نزل مفرقا حسب الوقائع أو جواب على أسئلة أو حسب مقتلات الأحوال نزل القرآن في ثلاث وعشرين سنة وهو مكتوب في اللوح المحفوظ وأنزل الله سبحانه وتعالى في رمضان في ليلة القدر إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة في السماء الدنيا ومن هناك أنزل الله سبحانه وتعالى للقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الذي كان يأتيه بالقرآن وبالوحي هو جبريل عليه السلام وبرك الله فيكم عدد سور القرآن كما ذكرنا 114 سورة وهو المعجزة الكبرى الخالدة للنبي صلى الله عليه وسلم وتكفل الله بحفظه إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون هذا هو محفوظ ولكن المسلمون يهتمون بكتاب الآي سبحانه وتعالى يقرأونه ويعلمونه أبناءه ويحافظون على تلاوة القرآن وفهم معاني القرآن والقرآن برك الله فيكم نحفظه ويحفظه الكثير من الناس في صدورهم وهو الكتاب الوحيد الذي يحفظ هكذا والقرآن جاء ليتدبر وليفهم وليعمل به ولا يهجر لا يهجر القرآن وقال الرسول إن قومي يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا فهجر القرآن هو في التلاوة وهجر القرآن في الفهم والتدبر وهجر القرآن في التحاكم وهجر القرآن في الاستشفاء فهجروه وإذا هجر قوم كتاب ربهم فأنا لهم أن يبارك عليهم وأن ينصرهم نص الله العافية والسلام والقرآن يتعبد به يتعبد به فمن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها قال صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ولا يجوز تفسير القرآن بالرأي ولا يجوز إدخال العقل والمجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى وإنما يشتهدون في تفسير القرآن كما علمنا الله سبحانه وتعالى وكما علمنا النبي صلى الله عليه وعلى الله وصحبه وسلم وفهم الصحابة والتابعون عنهم ذلك هذا الفهم فذاك بارك الله فيكم الإيمان بالكتب أمر مهم بالنسبة إلى القرآن دليل وهنا أنبه على مسألة يا أخوة الفرق الفرق بين القرآن بين القرآن ومثلا التوراة والإنجيل الفرق كبير أين الفرق؟ أولا القرآن نزل منجما نزل متفرقا أما التوراة والإنجيل فنزلت مثل ما هي القرآن رب العالمين تعهد بحفظه فلن يصدع أحد أن يدخله الباطل أما التوراة والإنجيل فتعهد الله بحفظه للأحبار والرهبان ولكنهم بدلوا كلام الله سبحانه وتعالى القرآن هو الدليل الذي يرجع إليه المسلم وفيه آيات محكمات وأن أم الكتاب وأخر متشابهة أما التوراة والإنجيل فبعدما حرفت فأصبحت كأنها أمور تتلى يعني أمور عفوا تذكر وقصص تذكر والقرآن يستطيع المسلمون أن يثبتوا أنه ليس من صنع البشر وليس من كلام البشر ولم يتغير أما التوراة والإنجيل فلا يوجد دليل على هذه التوراة الموجودة اليوم والإنجيل لا يوجد دليل على صلاحيتها أو على ثباتها بحيث أنه نقول قد نقلت إلينا وذلك تجد الكثير من الأنجيل وتجد الكثير من التوراة صلى الله عليه وسلم والقرآن هو الكتاب الذي نسخ الكتب جميعا ولا كتاب يقبله الله سبحانه وتعالى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وأما بالنسبة لها فرح نقول نحن نصدق أهل الكتاب لا نصدق أهل الكتاب ولا نكذبهم وأنما نقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم فإذا خالف ما في كتبهم القرآن قدم القرآن وكان هو الدليل ذلك الغريب أن بعض المسلمين يناقشهم في التوراة والإنجيل إتيهم بما في القرآن فيكفي طيب يقول ما لن يأخذوا طيب هذه مو مشكلتنا أخذوا أم لم يأخذوا نص الله العافية والسلام فذلك ننتبه لهذه المسألة وبرك الله فيكم وإيماننا جازم بكتاب الله سبحانه وتعالى ولا يجوز لأحد من الناس أن ينقص حرضا أو يزيد حرضا والقائلون بأن القرآن قد بدل أو قد حرف فهؤلاء لا يمكن أن يكونوا من المسلمين نص الله العافية والسلام بارك الله فيكم أن يكونوا من الله سبحانه وتعالى أن يكونوا من المسلمين في المرة itt مصر كما أن تنيم المرة الدين أطImpارن وأيضاunciation bands Assist filling تقريبين القرآن مات أقول ليس القرآن وفضح لا, 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 لا. لا, لا. Die Sunnahi والجماعة sind davon überzeugt und verinnerlichen und glauben nach dem islamischen Sinne mit Wissen basiert auf Beweisen, dass Allah سبحانه وتعالى seinen Propheten Bücher und Schriften offenbart hat. Diese Propheten kamen, damit sie den richtigen Weg zeigen und warnen vor dem schlechten Weg. Einige Leute haben ihnen gefolgt, andere nicht. Und es gibt Glaubensgrundlagen für alle Propheten. Eins davon ist das, dass sie an diese Schriften und Bücher, die Allah سبحانه وتعالى seinen Propheten offenbart hat, glauben ohne Zweifel. Allah سبحانه وتعالى sagt آمَنَ الرَّسُولُ وِمَا أُنْزِلَيْهِ مَرَبِّهِ Der Prophet, der Gesandte glaubt an dem, was Allah سبحانه وتعالى ihm offenbart hat oder herabgesandt hat von seinem Herrn. Und die Gläubigen, sie glauben an Allah, seine Enkel, seine Bücher und seine Propheten. Diese Propheten haben Bücher und Schriften bekommen als Nummer, als erstens als Beweis, Beweis für ihre Botschaft. Und sie haben das verkündigt, damit sie den Leuten die Wege zeigen und damit diese Bücher als Trennung zwischen Wahrheit und Unwahrheit sind und damit diese Bücher als Trennung zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit agieren. Deshalb wir glauben an allen, was in den Büchern stand, was die Propheten bekommen haben. Ibn Al-Qayyim sagte, Allah hat jedem Propheten eine Schrift oder fast allen Propheten gegeben und Allah hat diese zusammengefasst in vier und diese sind Koran, Tora, Evangelium und Zabur, Psalmen. Manche Gelehrten sagen, noch dazu kommen die Schriften von Ibrahim weil Allah sagt Soho für Ibrahim und Musa. Aber jetzt ob er Schriften bekommen hat und sowas können wir nicht bestätigen aber Ibn Al-Qayyim sagte Allah hat so viele Bücher und Schriften den Propheten offenbart und Allah hat sie zusammengefasst in den vier und dann hat Allah alles zusammengefasst im Koran und deshalb das aktuelle Buch ist der Koran. Wir bestätigen dass Musa Al-Qayyim Tora bekommen hat und Isa Al-Qayyim dass er Injil bekommen hat und Dawud Al-Qayyim Salaam hat Zabur bekommen Wir bestätigen das und wir sind davon überzeugt dass diese Bücher in der Original Form in ihrer Original Form das sind diese Bücher die Allah offenbart hat aber Allah hat versprochen den Koran zu schützen und deshalb sagt Allah dass er das überwacht dass der Koran geschützt bleibt aber wer sollte überwachen über die Bücher dass sie nicht verändert werden die Rabbiner und die Priester was haben die Rabbiner und die Priester gemacht sie haben diese Bücher verfälscht sie haben diese Bücher verfälscht und übrigens es gibt genug Stellen die belegen und beweisen dass sie verfälscht sind wo ist der beweis dass sie verfälscht sind auch es gibt keine ursprüngliche Handschriften oder Quellen dass sie identisch sind oder dass sie belegen dass das was uns überliefert wurde von Torah oder von Injil dass das authentisch ist und das ist anders im Koran im Koran wir haben Überlieferungsketten wir haben Gewellen und diese sind ein Beleg und Beweis dass der Koran kein Wort kein Buchstabe im Koran verändert wurde weil Allah sagt in Saurat Al-Hijjr Wir haben die Ermahnung herabgesandt und wir werden das schätzen was das das wichtigste Buch heute ist der Koran wir glauben allgemein an Torah und Injil noch noch allgemein das wird an den Stellen die noch wahr sind aber an anderen Stellen die verfällt sind natürlich nicht aber allgemein glauben wir an Torah und Injil dass sie die Bücher sind von Musa und Isa und wir wissen dass sie verfälscht sind deshalb anders verfälscht er nicht aber beim Koran wir glauben detailliert an Koran und deshalb hat Allah im Koran alles erwähnt die Geschichten von den früheren und die Urteile in der Religion ob etwas erlaubt ist nicht erlaubt und die Grundlagen des Überzeugens das bedeutet die Grundlagen vom Glauben alles ist im Koran und wenn man den Koran allgemein nimmt dann sieht man und stellt man fest dass Allah alles im Koran erklärt hat deshalb sagt Allah dem Propheten in Surat in Surat in Surat Barakallahu die Ayah 44 sich und wir haben hier die Ermahnung herabgesandt oder offenbart damit du den Leuten das erklärst und klar stellst was ihnen offenbart worden ist und diese Zikr in dieser Ayah Barakallahu heißt Koran und Sunnah passt auf und das ist sehr wichtig Koran und Sunnah und nicht nur Koran weil auch die Sunnah offenbart wurde von Allah subhanahu wa ta'ala deshalb sagte der Prophet salam ich habe den Koran und so wie den Koran mit dem Koran bekommen und sie werden am letzten Tag zusammen sein deshalb die Gelehrten des Islam die nehmen wenn sie von Beweisen reden die sagen immer Koran und authentischen Sunnah zusammen und die machen das nicht anders und wenn man den Koran liest und wenn man den Koran versteht dann hat man das bestätigt was Allah von uns will und deshalb Ahl Sunnah glauben nochmal an die Bücher allgemein aber an Koran glauben sie detailliert und es gibt Unterschiede zwischen Koran und Tora und Injil pass auf der erste Unterschied erstens Koran wurde in 23 Jahren offenbart herabgesandt aber Tora und Evangelium die wurden auf einmal herabgesandt Koran hat Allah subhanahu wa ta'ala versprochen zu schützen aber bei Tora und bei Injil die Rabbiner und die Priester sollten das tun aber sie haben das nicht getan Koran wurde stückweise herabgesandt und das hat es gab Anlässe es gab Anlässe und Gründe aber bei Tora und Injil gab es natürlich auf einmal alles der Koran da gibt es Überlieferungsketten die belegen und beweisen dass die Quellen authentisch sind und dass das heutige Koran authentisch ist aber für die anderen Bücher gibt es nicht das aktuelle Buch dass die Menschen folgen oder dass die Menschen folgen müssen ist der Koran weil der Koran beinhaltet die Teile von Tora und von Injil die authentisch sind die authentisch sind das aktuelle Buch ist der Koran und weil das das aktuelle Buch ist dann müssen wir an den Koran richtig glauben was ist der Koran da das haben wir jetzt vorige Woche und diese Woche darüber gesprochen auf jeden Fall der Koran ist das das Wort Allah der Koran war in der aufbewahrten Tafel geschrieben Allah hat das gesprochen das wurde geschrieben und Allah hat das in Ramadan in der Bestimmung herab gesandt zu dem untersten Himmel und dort gibt es ein Haus das heißt Haus der Ehre oder des Stolzes der Stolz und dort blieb der Koran und dann von dort wurde der Koran innerhalb 23 Jahre dem Propheten offenbart mittels des mittels von Jibril Alayhi Salam oder Gabriel Alayhi Salam und deshalb wir sind davon überzeugt dass der Koran das Wort Allahs ist das ist kein Geschöpf kein Geschöpf und Allah das dem Propheten offenbart wir lesen das in den Masahif oder in den Büchern und wir schreiben das und wir lernen das auswendig wir versuchen das zu verstehen und danach zu leben das ist unsere Grundlage für unser Leben für unser Leben und der Koran lernen die Leute auswendig es gibt kein Buch auf der ganzen Welt was man auswendig lernt und rezitiert außer der Koran der Koran hat 114 Suren und dann haben wir auch vor ein paar Tagen darüber gesprochen wie viel Ayat und wie viele Suren und wie Bar Kalaw Werte auf dem Fall der Koran ist das Wunder von unserem Propheten Mohammed und der Koran ist geschrieben in einem Buch und die Muslime kümmern sich um den Koran lernen selber den Koran bringen das ihren Kindern lernen das auswendig und sie versuchen nach dem Koran zu leben und wenn wir Koran lesen auf Arabisch der Koran ist auf Arabisch das bleibt auf Arabisch der Koran auf Arabisch wenn wir das lesen dann bekommen wir dafür Lohn und wir benutzen das natürlich wir lesen das auch im Gebet und Barak Allah sagte ich sage nicht Alif Lam Mim eine Buchstabe sondern Alif ist Buchstabe Lam Buchstabe Mim Buchstabe Pro Buchstabe bekommst du zehn gute Taten geschrieben wenn du Koran rezitierst und wenn du Koran liest und man darf den Koran nicht vernachlässigen in Surat Barak Allah Allah sagt und der Prophet sagte oh mein Herr mein Volk haben das Buch vernachlässigt den Koran vernachlässigt eine Gelehrten sagen Vernachlässigung des Korans heißt oder sich davon abgefangen das heißt dass man das nicht mehr liest dass man nicht mehr versteht dass man danach nicht lebt und dass man das nicht als Heilmittel benutzt und wenn ein Volk sein eigenes Buch nicht kennt wie sollte dieses Volk gesegnet werden wie sollte dieses Volk das bekommen was Allah versprochen hat Möge Allah uns bewahren unser Glaube ist klar am Koran du darfst auch deine Meinung im Koran nicht stecken und du darfst niemals denken dass deine Meinung oder dein Verstand über den Koran ist und du darfst nicht über den Koran sprechen so du riechst ein Eier und du sagst das bedeutet so so was was haben wir nicht im Islam es gibt Regeln wie man den Koran versteht wie man den Koran erklärt wenn man diese Regeln betrachtet und beachtet dann hat man den Koran richtig verstanden sonst nicht und deshalb aufpassen in diesem Sammlung heute in unserer Zeit weil die Leute auch unwissend geworden sind viele die missbrauchen das und die nutzen das aus dass sie merken dass viele Muslime das nicht verstehen dann fangen sie an irgendwelche Sachen zu erklären zu erzählen und wenn man kein Wissen hat dann denkt man dass diese Leute Recht hätten aber sie haben kein Recht und man sollte diesen Glauben an Koran haben und an die Bücher es gibt Bücher die sind ursprünglich alle richtig von Allah gesandt aber andere wurden aber der Koran ist geblieben und derjenige der behauptet der Koran wäre verfälscht oder wäre verändert dann hat er den Islam verlassen das ist Unglaube an die Bücher von mir und von euch ein Helfen dass wir den Koran lernen festigen in unseren Herzen und dass wir unseren Kindern beibringen und die leute beibringen barakallahu fikum und möge Allah uns auf dem richtigen Wechsel festigen subhanakallahu hamdik kashadu allah allah ilah ilah lant as so k to bo allah allah die in unterricht ist beendet wir haben circa 20 minuten oder ein bisschen mehr vielleicht 25 minuten bis zum gebet bis gebet bei uns deshalb machen wir so diejenigen die hier fragen haben bitteschön und die anderen brüder und schwestern wenn ihr fragen habt dann könnt ihr eure fragen direkt senden ab diesem ab dieser minute nehmen wir die fragen an die früheren nicht barakallahu nicht er land era ver jan me Sebastian Me Mein Mann Me 項 Sand Me شفعني شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا يقول بعض أهل العلم فشرع من كان قبلنا إذا وافق شرعنا صار شرع لنا فنأخذ به ما فيه مشكلة وأما الذي لا يوافقه لا يوافقه يعني يكون ضده فأكيد لا نأخذ به وأما الذي سكت عنه سكت ما عندنا لا موافقة ولا عندنا مخالفة فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم أما الاستئناس به الاستئناس وليس الاستدلال الاستئناس به لا بأس ولكن ليس الاستدلال لأنه بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم نسخة كل الشرع التي كانت قبله فإذا كان في شيء في كتبهم وعيندنا فساردين لنا وليس سلام والله تعالى على وعلم وقت كن يقول في سيارة أضافة عند طبيعي ما يكون هذا في حيث في أاتي ما يوجد في م PACA سينا نحن نحن سينا نقول ما تحضرOkه ما لماذا كانت تحدثنا سينا نحن في مقابلات سينا نحن تحدث في المواقع أن هذا تنتظر في مقابلات فان ص至نا لدينا من فعله نحن 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 wir das als Beweis nehmen? Weil das in unserer Religion ist. Etwas, was gegen unsere Religion ist, das nehmen wir nicht, weil Allah das geändert hat durch unsere Religion. Es gab hier Annulation von dort und das ist bei uns. Dann der dritte Punkt ist der wichtigste eventuell. Und zwar, wenn es in unserer Religion keine Belege gibt, dagegen oder dafür. Keine Bestätigung, لا تفعله ما يفعله؟ هنا قال قال صلى الله عليه وسلم لا تفعله و لا تفعله و يقول أنه يؤمن ما الله تعالى ويقضت 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 يمكن أن أن تفعله كذلك أن تفعله لتفعله لكن لا تفعله لأن تفعله لأن تفعله من القرآن ويقضت ويقضت الله تعالى وعلم نعم خير نعم 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 نعتقد بالتفاضل لا شك ولكن كلام الله الأصلي يعني الذي هو التوراة والإنجيل الأصلي فهو جزء من القرآن لأن القرآن نسخ هذه الأمور كلها و هي موجودة فيه من ناحية الكلام هو كلام الله كله ولكن من ناحية الأحكام ومن ناحية الأحكام ومن ناحية الأحكام موسيقى ومن ناحية الأحكام ومن ناحية الأحكام وماذا تعالى على الله ونصنع إلى جيدة الله على درسل الله من هذا المترجم الله للمساعدة وقران ولكن هذه اللحة ايضا ولكنك من الوران وذلك قران ما يتقدم وقران لا يمكنك أعني إنه موجود يمكنك وقران أو القران وقران من الجيل السياراتية يمكن لو ترى هذا الوضع ويستظار الاستمام الله تعالى من من طلب من طلب أن يقولون أن الجيل الله تعالى يمكن أننا نضح مجاريع الشيئين لكن من طلب سيكون الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ي petits وحيث نحن لدينا المنطقة للسلام هي المنطقة للسلام ويقومة للقرآن هو المنطقة للسلام و الله تعالى على هوا عالم مرحبا هو جديد ومسلم مرحبا هو المنطقة للسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أو أبحت لها الفلات الاجتماعي يعني أعمل من العملية مطرد أعني أن أكثر على الاخذ من أكثر الأخذ سيلاً أكثر أيضًا وأن هذا يحدث وأنه سيطر الأحمد شهدك لكن بسيئًا أقف أن أخذ عن طريق الإنجاب تكون هناك réسطى كلمش بال请يل في الأحيان المنظم مما أن الدكاف إعطاقة ، لكن سي�� أعطاقة يعمل لكن يوجد من فجة مثاه يريد أن الدكافي ويضا أن الدكافي عن الأفوال ، فإذا أصدقأ أن الدكاف الوطة ، فإن انا تدرك مما يوم في المحافي ومما يعطيك من المدينة ومما يعطيك من السجل مما أقصى ، فإنسان فإم سينا أصدقاء المحافي ، فإن يمند المحافي ، فإن بنية الأتكافة مهمين يجب أن يكون هذا الب Luيش وضع بشكل ما هي المهمة لكن الأطفل تصبق أن الربائة الأتكافة و��는 اليوم يتحدث محيطة الأتكافة وبركال يتحدث أمام الجفافية وليسًا وعليصому يتحدث أنه أصبحت الأتكاف والتي أصبحت الأتكاف معظم هذا هو محيطة الأتكافة هذا هو السبب لك لديمه التكافة ومن السبب أن تقول لو أنك إذن الرياضة الأتكافة إذن تكافة الأتكافية كام convenient تلقيщёك من كل كل مكات الأول ومن ثم أن نسل الغنت العبارة إبه الشيطات اللذي ت Jadi �هد للبعة ويذهب العبارة ومع توفر مرحل لي أغريق الأمام إنه إِبادة مرة أبادة دوران الأجباء ومرة أعطيقاف ومرة أعطيقاف إلى الليل إلى تجربة تجربة ويظافت أبادة أعطيقاف أحيانا جهود في شباهنا كن أحدهم في تجربة أعطيقاف أحيانا لم يكن البعث في تجربة إعطيقاف لم يكن هناك في المنتضي إنه لمما كانت أبادة سبقال الأومال كانت من قبل الاتباء أو المعرفة. وليست كان في أيديونا هناك في المرنوز فقر. لا يجب أن نرى المجد من الثمزل، المجدد من المعرفة. ما يجب يجب أنزي إثباراً وحديدنا أيضاً شركة محمدان المعتقفونية أرى ما يفعلهم؟ كنس الفيس باية رأيها مقال الله أخذ إننا نسى إننا نسى بيته ونحن نسى نسى قد حدد نسى بيته نسى الـ ركعة ونحن نسى نسى أو لا نسى إننا نسى يسى بيته ونحن نسى ونحن نسى هاني ونحن نسى وإنه لا يوجد أكثر تهجد تراوحيح هو تهجد قيام الليل هو تراوحيح و تهجد كل شيء يوجد تراوحيح 8 و تهجد 10 و 20 يوجد لا يوجد أكثر من عمر أو من علي أو من عثمان أو من البيت السلام أنه سوط جرق عمر أعرف أن الأذكر أن سوط جرق عمر يُعرف أن أت seríaد كان يروح لا يوجد أكثر من عمر حَالًا أعرف أن البشر من أثناء أدل الإجماء أدل الإجماء أدل الإجماء أدل الإجماء لا يعني إجماعا وأنا أعلم أن بعض المذاب يقولوا أنه عشرين راكعة وكذا وكثير من أهل العلم وهم علمائنا ونقدر هذا العلم ولكن خالفهم أئمة من أئمة المسلمين في هذا الأمر والمحققون من أهل الحديث ما يقول أحد منهم بصحة الآثار عن عمر وعلي وعثمان رضو الله عليهم أنهم صلوا عشرين راكعة ما في وأما القول في بلادنا ملايين يصلون فلو كان الأمر بالملايين أقولكم شيء بس الكفار أكثر منه لو كان الأمر بالأغلبية الكفار أكثر فالله المستعام وهذا لا يعني أنتبه لا يعني أن الإنسان يتكلم في أهل العلم وكذا وإنما نقول اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر والآخرون اجتهدوا فأصابوا طيب هم يقولوا علينا يقولوا أهل العلم الآخرين مو أنا طبعا أهل العلم أنا أتبع أهل العلم أهل العلم الذين قالوا أنه ما يصلي إلا أحدى عشرة ركعة هؤلاء أيضا الآخرون يقولوا عنهم اجتهدوا فأخطأوا فهذا ما في شيء بين أهل العلم ولكن الجوال هم الذين لا يفهمون أن أهل العلم يختلفون ويتحابون ولا يتباغضون ويقول قولي صحيح أو صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب هكذا مسيرة أهل العلم كانت ولكن الله المستعام أوضح أوضح بالأهل العلم لو أنك في المستعام أو ما يغبته في مستعام وتذهب ويجبت لك سيبا ويد لا مشكلف الأمر لا مشكلف الأمر فكرة أليس أن تدقى أصلا أ teens المستعام وأتطع أصلا ومستعام أصلا ما يغبته الأمر أصلا أصلا أنه من jackassون الأصلا السحابة فلسى 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 ف Liv فلسى 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 فلا فلسى 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 جامعين الزبار سيطين فلسى تمنى شئ's حيث احيان قد أروهى مهربانا أول 1968. هذا سيجانا Yasui سيجب أسنسن كيوجة. من السيوء السيغال أن نامة في اخذتنا على الحل في المارا. انتبدأ هم يجب أن يجب أن تكت الماضي نهاية للغاية. لكن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن تكون الأسفية فقط. لكني لما الذي يجب أن يجب أن أن تقالظ في الماراية ، الله تعالى على الاستثناء لا يغير أصل القاعدة الاستثناء لا يغير والضرورة ما تغير الأصل الأصل حرام حرام ولكن ضرورة تنفع لنا الحرام هذه الضرورة ما تصير طول العمر فانتبهوا لهذا يرعاكم الله أغير القنون أغير لن هكذا أغير 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 ومن تبقى الله أيضا يمكنك جميعهم لأسفل يجب أن تدرى يجب أن تدرى وديockة تبقى تابقى لا يمكن من وأنك مهمة ولكن من الجميع الوئة يستطيع تجارب المتحدة ثلاث forgiveness تبقى اخبان هو ليس一个 الذي يعني مرحبا ، وغير شامل من عينة لكنني يجب حسناً من المتحسناً ويجب أن تتعول ويجب أن نتعول ويجب أن نتعول ، حسناً؟ وأبداً؟ ؟ okay wer das Wort Allah nicht akzeptiert und respektiert und das Wort vom Propheten nicht respektiert der hat bei uns keinen Respekt es kann sein dass jemand nicht Muslim ist und der kommt und der sagt ich bin damit nicht anverstanden was labert ihr und so weiter der ist ein nicht Muslim deshalb wir antworten normal und so weiter aber dass man anfängt sich lustig zu machen über Koran und über Sunnah und über unsere Religion wir dürfen sowieso in so einer Sitzung nicht sitzen außer dass wir jetzt argumentieren und diskutieren über Islam über Allah خير التجارة في ديننا هل لها قواعد وأسس كما نلاحظ في هذه الأيام استغلال التجار للناس وبيع ما كان بسعر قديم بسعر جديد أعلى بحجة ما يحصل مع العلم قد تكون البضاعة قديمة وبرك الله فيك لا يوجد في ديننا قواعد في مسألة ربح إلا الأمور المعلومة في دين الله سبحانه وتعالى من تحريم بعض البيوع والأصل في البيوع الحل ولكن هذا القول الأصل في البيوع الحل التي تعتمد على قواعد الحلال في الدين وأما البيوع التي نهي عنها مثل بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع بارك الله فيكم ما لا يملك وبيع الغرض وبيع الجهالة والبيع بالربا إلى غذك فهو حرام فأما إذا كان الأساس صحيح وهو بيع حلال الربح تستطيع أن تربح كما تريد لا يوجد شيء يقول في ديننا ما في لا حديث ولا آية أنه تربح 30% أو 70% أو 10% أو 20% ما فيه يعني كما نقول تجارة مفتوحة وربح مفتوحة مرأس مالية ولكن ما عندنا اشتراكية نحن أنه لازم فلذلك يا أخوة انتبهوا لمسألة أيضا أتى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سعر لنا فقال إن الله هو المسعر إن الله هو المسعر فما سعر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلزم بأسعار معينة وأما القول يعني بعض المالكية قالوا بأنه لا يجوز وبعض الأحناف قالوا لا يجوز يربح أكثر من الثلث يعني أكثر من 30% ولذلك تجد الناس اليوم يجعله الربح ثلث هذا ما فيه شيء وأما أنه يزيد على الثمن يعني كان قد احتكر ويزيد على الثمن ما فيه شيء يمنعه ولكن طبعا المسلم ما يكون جشع والله وتعالى على هاي أي سالة دان أيو إستراويح كبيت أو نخط كبيت نعم يا تراويح كبيت إس قيام الليل إس تهجد إس ألس فستو عند نخط بيت نخشا بس فري داخل هذا ماer وأيس كمقد أن أسفolog تراويح تهجد وتر قيام الليل كلهم hundreds و pilgrين אבל الأحيان إنهم لكم سبحان الله المسلم المسلم في رمضان أو أسavant في رمضان لا أن يكون أحوات أو ألälle في سالة توقف و بقاتة الغد Increارة ن Beyond Extra و أعيش فعله بن كل مأقار لماذا بقاتة علم التأنت كلمين طيرا هناك أنه بقيت لكن ماذا بسأو الصنة أو مريض إذا كانت متعرفة الله أعطب للعليم إذا أعطت أهم الأية لنملكم الشيِّبают أن يجب الأطفال وهم الأعطب ليو أنت في الرمضان والله أعطب للعليم الجنة ما صل الله في رمضان ليفغري أكثر من ثلاثتا من 11 ركعة وفي رواية عن عائشة 13 ركعة وقالت الاثنتين هذه هي سنتين ركعتين الفجر طيب قال بعض أهل العلم صلاة الليل مثل مثل إلى ما شاء الله فقالوا إلى ما شاء الله هذا مطلق وقالوا حديث عائشة ما يقيد ما يقيد هذا الحديث غريب غريب لأنهم في أمور كثيرة أخرى هؤلاء الذين يقولون بهذا القول قيدوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأفعال الصحابة وأقوالهم طيب ليش هنا قيدتم وليش حديث عائشة مقيد طيب على كلهم بغض النظر الآن هل يثبت عندهم أنه ما صلى في رمضان وفي غيره أكثر من 13 رقعة نعم ثابت عندهم طيب السنة 11 أو 13 مع ركعتين الفجر وإذا تزيد فوق 11 هذا ليس السنة فأيهم أولا السنة أم فسبحان الله انتبه تأتي بعمل أقل وتؤجر أكثر تأتي بعمل أكثر وتؤجر أقل فأي واحد نختار فسبحان الله على كل هذا يمسرح تأتي altet أن الشيخ ابن عثم عثم مستممم Madison فضائف إن كانوا ينتمونني because they are not christen ما ينفقه إذا لكن أنه يحدث ذلك إن أنه ينظم أوثيين أنه جب إذا كان رحمه الله تعالى على خالي يشتغر في العام لابن يقولون أنهمهم بأنهم بهض يشتغلون فإنهمهم إنهم حتى يشتغلو اسهمهم أنهمهم بأنهم من شويل وأنهمهمهم بأنهم يشتغلون بيهم فإنهم هم فإنهمه العباني هذا الاجهما هذا هو أمر جزيز لله وأنا عمل أن العباني أن أمي شيئ ذكره يمكن أن نعطي المالك الشخصية سيديًا يسكب أن يمسك سيحز وعلى أعلى أمه المحتهين محتهين لمقيمة وعلى أخيان من المحتهين عليم السيقية السيطان المحتهين في المحتهين derjenige der meinen Namen hört der wünscht mir kein Segen der macht kein Salavat auf den Propheten und als Respekt vor allen anderen Propheten weil wir keinen Unterschied zwischen Propheten machen dann machen wir auch das mit anderen Barakallahu wa al-faykum sa'kum lachheran jemand hat während Ramadan einen Zahnarzttermin bekommt eine Brücke إن man dabei was herunterschluckt ist das Fasten ungültig und soll man nachholen oder weiter fasten wenn man nicht absichtlich schluckt übrigens es gibt auch andere Tage außer vor Ramadan dass man Termin beim Zahnarzt macht aber trotzdem wenn man sagt Termine beim Zahnarzt brauchen drei, vier Monate und ich habe Termin wenn du absichtlich schluckst dann ist das Fasten ungültig aber wenn du nicht absichtlich schluckst dann machst du dein Fasten weiter das ist genau wenn du zum Beispiel wenn es regnet oder schneit und du rennst und dann kommt etwas in deinen Mund und du schluckst das hast du das absichtlich gemacht? nein oder du machst deinen Mund auf dann kommt eine Fliege rein hast du das absichtlich? nein aber wenn du suchst nach der Fliege oder wenn du versuchst beim Zahnarzt ich kann nicht ich kann nicht dann ist das was anderes sowieso jetzt kommt Ramadan jetzt fängt das an mein Magen tut weh ich habe immer Probleme mit Magen subhanallah das ganze Jahr wenn du ihm wenn du ihm Eisen gibst dann kann er schlucken Eisen Metall man versteht ja das ist was da gemeint wird das der ist alles wenn Ramadan kommt ach mein Magen ich kann nicht warum Nuba in Ramadan mich Allah subhanallah in Ramadan شاهدوا مال البخاري ومسلم دامت سنواتي 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 يا أخوة قدم البخاري المسلم أشرف من هؤلاء الذين ينتقدوهم ويكفي يأتيك نص الله العافية السلام على المهم وكم من معيب قولا صحيحا وعلته من الفام السقيمي الله المستعان هذا ملاق ولا بخاري مسلم هذا أعمل نهاية أعمل 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 أعمل